السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الازت خمس ديه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم او هنعمل بادينا كده بشكل عملي اه البوليسي اللي تناولناها في الفيديو السابق واللي فرقنا بينها وبين اه احنا اخدنا الفيديو اللي فات نوعين من البوليسي كلهم يتعلقوا باليوزر. وقلنا ان هما مهمين جدا ولازم حضرتك تحتن بهم وتفهم الفرق بينهم لان هي ديت اسئلة الامتحان وحتى اسئلة الانترويو المقبل الشخصية اللي حضرتك ان شاء الله يعني اه لما تتقدم من وظيفة اه كسكوريتي انجينير اعتقد بالنسبة كبيرة هتتسئلها. السؤال كان بيقول ايه الفرق بين اليوزر ريميديشن بوليسي والساينين ريميديشن بوليسي. هما الاثنين بيتعملوا اه او خاصين بتأمين بيانات المستخدم. احنا قلنا الفرق اني مايكروسوفت بتركز في اليوزر ريميديشن بوليسي على اليوزر نيم والباسورد. لو انت جايانك بيوزر نيم او باسورد صحيحة حضرتك هتدخل على الخدمة اللي انت داخل تحصل عليها. لكن لو انا شكيت في الخاصة بيك انا هعتبرك او مستخدم محفوف بالمخاطر. بينما في الساينين ريميديشن بوليسي. مايكروسوفت بتركز على السلوكك اللي انت جاي بيه. مش بعد يوزر نيم والباسورد لأ انت جاي من مصاب. اللي احنا تناولناها في فيديو رقم عشرة. وتكلمنا عليها باستفاوة شديدة جدا. فبالتالي الفيديو ده احنا هندخل نعمله عملي. علشان اه الامر مهم جدا. وبحب انوه في بداية الفيديو انه حضرتك لازم تكون مركز بنسبة كبيرة جدا. يعني لو انت مركز خمسين في المية بنصحك ان انت تقفل الفيديو. وتيجي وقت تكون مركز بنسبة ثمانين لتسعين في المية او حتى مية في المية. علشان تفهم او تستوعب الامر ويبقى بالنسبة لك اه يعني اه متغطي بشكل كبير. علشان نفهم قبل ما ندخل نشتغل بادينا. تعالوا نقول ان انا عندي يوزر. رايح يحصل على خدمة من البورتل مثلا. اي خدمة بقى سواء كانت ويبسايت مثلا. ابليكيشن كونتينر ستورج اكاونت. يعني اني كايند. اليوزر ده لو جاي مثلا من لوكيشن او هو دايما بيدخل من اه موقع متعارف عليه. يعني خلينا نقول مثلا لو انت موجود في السعودية زي حالتي كده. هيبقى اه بشكل دوري او بشكل يومي اه معتاد تسجيل الدخول ده ده من المنطقة ديت. فجأة بقى وبدون مقدمات ماكروسوفت اكتشفت انه هو بيسجل دخول من كندا. هنا احنا قلنا ان ماكروسوفت هتعتبر ده ريسك. وهتروح سريعا حط عليه علامة كده ومسجله في الايفنت ريسك اللي احنا اتكلمنا عليه. ومش بس كده ده هتطلع كمان ريبورت لحضرتك كسيكيورتي انجينير وهتعملك نوتوفيكيشن في الايميل وحرفيا هتبهدل الدنيا بمجرد ما تكتشف ان اليوزر ده جاي بخطر علشان نشوف الموضوع ده عملي تعالى كده الروح سريعا على البورتال بتاعتنا ونروح على الاجر اه ديفولت ديريكتوري الخاصة بنا او الاجر اكتف ديريكتوري ونروح منها على السيكيورتي من السيكيورتي احنا هنستعرض ال ايدنتي تي بروتكشن هنلاقي التوبولوسي اللي احنا خدناهم بشكل نظري فرقنا بينهم في اه الفيديو اللي فات تعالى كده قبل ما نعمل الموضوع ده بادينا عملي تعالى نشوف هل احنا متسجل علينا فعليا اي مخاطر في الريبورت الخاص بالريسكي يوزر يعني انا البورتال اللي اللي شغال عليها ديت او اللي احنا شغالين عليها مع بعض مفيش فيها الحمد لله اي يوزر محفوف بالمخاطر طيب هل في اي عملية تسجيل دخول مشبوهة او عمليات تسجيل دخول خطرة لو روحنا كده الريسكي ساينين هلاقي برضو انه مفيش اي عملية تسجيل الدخول الخطر تعالوا بقى نقول لها يا مايكروسوفت لو سمحتي انا داخل اعمل اي انا داخل اعمل اه يوزر ريسك بوليسي فلو سمحتي الكل اليوزر اللي عندي على البورتال مثلا او خلينا نتشوز يوزر معين يعني انت بالخيار اه اي يوزر في جيني بخطر سواء او او تمام هقول له مثلا خلينا نقول مديم ونقول له دعم الاجراء اللي هيتاخد لو حضرتك اكتشفت ان اي يوزر جاي بخطر متوسط او اعلى من المتوسط اعملي له بلوك ما تدخليهوش على الخدمة انت ممكن تعمل بلوك او وفي الحالتين انت ممكن تمام كده شباب في سؤال انا اعتقد بيدور في ذهنك دلوقتي اللي هو مستويات الخطر ديت بتصنفها وفق قواعد ايه الحقيقة انا بتكلم عن نفسي اه قرأت كتير وطلعت على كتير من المصادر علشان افهم تصنيف ماكروسوفت او تعريف الخطر الريسك ليبل للاسف الشديد لم اجد ماكروسوفت تصرح بعمليات التصنيف ديت لكن الحاجة ديت بتتاخد بالشغل بالايد وبالخبرة الاستمرارية هتكتشف مثلا ان لو اليوزر ده جاي من منطقة غير متعارف عليها او منطقة خطرة او مشبوهة ماكروسوفت بتعتبر الخطر ده من انهايل اهلا علشان الداخلين دلوقتي نجرب بالموضوع ده وهنخلي يوزر ما يدخل من منطقة غير متعارف عليها او او اي بي اه مجهول المصدر او مجهول اجراءات البعد العمليات التسجيل ديت اللي متاحة ليا انا كسيكوريتي انجينير اني استخدمها هل بستطاعتي اني امنع ده هل بستطاعتي اني اسمح له هل بستطاعتي اني اتعقبه هل بستطاعتي آآ باستخدام ادوات اضافية هنشوف الكلام ده عملي وباكد يا شباب لو سمحتوا تركيز الشديد طيب احنا دخلنا قلنا يا ماكروسوفت محتاجين نعمل اليوزر بيسك بوليسي اخترنا كل اليوزرات واخترنا تصنيف الخطر يكون ميديم او متوسط فما فوق وقلنا في حالة ان في يوزر جاي بخطر متوسط لو سمحت يا ماكروسوفت اقفلي عليه الاكسس بلوك للاكسس هنعمل انفورسلي بوليسي وهنقول له هسير هنروح بعد كده لساينين بيسك بوليسي اللي هي بقى هنا البوليسي او سياسة المسؤولة على التعقب حالة او سلوك المستخدم ده احنا قلنا ان البوليسي ديت هي مسؤولة عن تأمين الكوردينشير يوزر نيم باسورت بينما البوليسي ديت هي اللي بتعمل عمليه لسلوك المستخدم نفسه هل هو جاي من اي بي مختلف من مصاب او من منطقة غير متعارفة عليها الكلام ده احنا قلناه في فيديو ما قبل السابق بشكل مستفيد ومركز جدا فهقول هنا يا ماكروسوفت انا هدخلين لو سمحتي تعالوا بقى نختار مش نقول يوزر بقى علشان نبقى دقيقين خلينا نسلكت يوزر خلينا مثلا نروح اختار يوزر خلينا نقول مثلا انه يحيا ياسر ده هو اللي هنطبق عليه المسائل بتاعنا فهقول لها اليوزر ده بمجرد ما يجيلك بخطر متوسط اعملي عليه الكنترول من نوع بلوك اكس وهقول له انفورسلت بوليسي وسيف كده احنا قلنا او آآ فوضنا ماجوسوفت اني هتتعقب عمليات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم اللي اسمه يحيا ياسر ده وتحلل لي سلوكه فيما يتعلق بعمليات الحصول على الخدمة او بعمليات الدخول خلينا بقى نروح نشوف آآ متصفح تاني كده وانياكم مثلا نحاول ندخل على بتاعتنا باستخدام اليوزر اللي احنا عملنا عليه اللاب بتاعنا او عملنا عليه انت مين والله انا يا حين طيب فين الباسورد بتاعتك ريح يا ادي الباسورد بتاعتك اهي لو سمحت انا عاوز ادخل طيب الباسورد غلط اوكي علشان نطبقين على كل اليوزر فهو هنا قال له انه الكلام ده معروف هقول له اسكيب فهيبتأ يدخلني مفيش اي مشاكل على الاطلاق ليه؟ هو احنا مش طبقنا بولوسي هقول لك ايضا احنا طبقنا بولوسي بتقول يا ميكروسوفت تتبعي اليوزر ده لو فيه نشاط خطر او نشاط مشبول ولحد دلوقتي ما حصلش اي نشاط خطر او اي نشاط مشبول علشان نتأكد خلينا نرجع للبورتل تاني ونروح للريسكي يوزر مفيش اي ريسكي يوزر طيب ريسكي ساينين مفيش اي ريسكي ساينين طيب خلينا نروح لليوزر اللي احنا اخترناه نرقلنا كده اليوزر اللي عندي اخترنا ايه يا ده ونشوف عمليات تسجيل الدخول اللي تمت من خلاله هنلاقي عملية اهي مكان موقعها الرياض عمليات كلها يعني قانونية رسمية مش اي بشكلة فيها الاي بي سليم فبالتالي هنا حتى العملية ساكسس بالتالي هنا مفيش اي نشاط مشبوط علشان نخلق مع بعض نشاط مشبوط احنا لازم نروح نعمل كده وندخل بقى من التور مش احنا سيكيوريتي انجينير وعارفين الخبايا والاسرار بتاع سيكيوريتي فلابد ان احنا ندخل ببراوزر اللي هو التور طيب هنروح للبراوزر ده واللي اروف عنه ان هو بيغير في بيانات الدخول فيما يتعلق باللوكيشن والاي بي بيخليها بيانات يعني مزيفة او اي بي مجهول هقول له لو سمحت انا محتاج ادخل على البورتل الخاصة باشر هيسأني نفس السؤال انت مين انا طيب البسورد بتاعك ايه اه نركز حتى نشوف ايه هيقول لي اه انت بلوكيشن اتصل بقى بالادمستريتور بتاعك تعالوا بقى كده سريعا نروح البورتل بتاعتنا نروح على الديفولت الخاصة بينا ومنها هنروح على السيكوريتي وسريعا هنروح على الريسك ديكشن فهلاقي اه شايفين يا شباب ده هنطلع لي ان يحيى ده اللي جاي من الاي بي ده ومن الكيشن فرانك فورت جاي باي بي اه مجهول والريسك ليبل بتاعه هاي لو دخلت كده هيبدأ يطلع لي انفورميشن كتير عن عملية التسجيل اللي هو او مايكروسوفت اعتبرتها خطر فقالت لي ايه قالت لي الاي بي ده انا ما عفوش لانه التور قال ليه فمناعته اللوكيشن ده بالنسبالي بان فاميليور لان يحيى دايما بيسجل تسجيل دخولي من الرياض او من السعودية والنهاردة سجلي من فرانك فورت و جاي من الديبايس الفلاني جاي من الاي بي جاي من يعني بتاعه والحاجات دي كلها هنا بقى لو قلت له بعض الادوات اللي بتعارضها لي يا مايكروسوفت على اني اتعامل مع الخطر ده شايفيني يا شباب قالت لي ايه جايني كمان على الميل عندي بيقولي انه في يوزر معرض الخطر لو سمحت انت روح راجع الريبورت علشان تفهمه فهنا ده برضو اجابة على السؤال اللي حد ممكن يتخيل يقولي اوكي يعني هو يوزر دخل اعتبرته انه هو جاي بخطر فبالتالي سجلت عليه في البورتل انا كمسؤول مش موجود على البورتل عندي او في خارج اوقات العمل او قاعد في البيت او في اجازة هقولك ما تقلقش مايكروسوفت برضو هتبعط لك ايميل بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو شايفين كده شباب وبالتالي انت هتستعرض مزيد من التفاصيل من خلال الريبورت اللي احنا وقفين علي ده خلي بالنا بقى ان هنا لو روحنا من ريسجي يوزر فمايكروسوفت هتعتبر يحيى ريسجي او مستخدم خطر او محفوف بالمخاطر هنا هتبدأ يقولك اسباب والله انه الريسجي ده اليوزر ده جاي من مكان المكان خطأ او خطر بالتوقيت الفناني الاي دي بتاعه اليوزر نيم الاسم طيب لو قلنا الادوات اللي اقدر انا من خلال هتعامل معها ممكن ان انت تقبل الخطر ده متعتبروش خطر اصلا ممكن تأكد اختراق البيانات المستخدم ممكن تعمل اصلا وبعدين تشوف ايه المشكلة وتبدأ تحلها ممكن تطلب من الهوزر ده انه يرسيط الباسورد بتاعته وهكذا وكمان من هنا لو انت اشترافك يسمح لك ان انت تتحقق باستخدام الاجر اي تي بي او الاجر ثريد بروتيكشن اللي هو تقريبا زي ويندوز ديفندور الشباب ولكن فيما يتعلق بتحقق من الهويات الامنة او الهويات المصابة يبقى كده قدرنا نعمل نفرق بينها بشكل كمان عملية وعرفنا ازاي ماكروسوفت بتسجل الخطر وايه هي البيانات اللي بتبقى مصحوبة بعملية الخطر ديت بيسجل علي بيانات الدخول وقت الدخول والاي بيه اللي أنا جاي منه واللوكيشن وكمان البراوزر اللي أنا جاي منه ومزيد من التفاصيل اتمنى يكون الفيديو ده اوضح لك المفاهيم بشكل عملي وخلي الفكرة بالنسبة لك بتبقى مكتملة علشان يبقى الموضوع في دهنك كامل الاركام ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو تقييد الوصول واللي من خلالها هنقدر فعليا نخلي اوزرات او نتحكم في المستخدمين بانهم هم ييجوا يسجلوا دخول من منطقة معينة فقط او من رينج اي بي معين او باستخدام مزيد من الشروط او مزيد من التقييد فيما يتعلق بعمليات الامان اشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى